مظلمة غمرتها المياه في شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك إلى أدلة عملية تنقيب أو عملية تنقيب طموحة بدأت قبل 12 عاما وقال العلماء إن أكثر من 100 عملية غوص بمجمل بلغ أكثر من 600 ساعة تمت في أعماق الأنفاق في ولاية كويناتانا وكشفت عن كثير من أثار تنقيب ومن بين تلك الآثار حفر تم استخراج أكسيد الرصاص الأحمر منها وأدوات حفر مثل المطارق الحجرية ومعدات صغيرة مصنوعة من الدرج الحجرية وأدوات لترك العلامات التي ساعدت المناقبين على ارتياد شبكة الأنفاق الكثيفة ومواقد استخدمات في الإضاءة هذا ويعتقد أن أكسيد الرصاص كانت له استخدامات منها طلاء الأغراض والأشساد كما كان يستخدم في الشعائر الجنائزية تستخدموا راما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر